مملكة البحرين ودعم مستمر من قبل قيادة الملكية السامية لتحقيق غفزات تاريخية للرياضة البحرينية خطوة تاريخية عالمية تخطوها الرياضة البحرينية في كل محفل رياضي من خلال حصدها للميداليات الملونة في مختلف الألعاب الرياضية هذه الخطوات أتت كثبار للدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في المملكة من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والذي ساهم في المضي قدما نحو تحقيق أفضل النتائج ورفع عالم المملكة عاليا في عدة محافل دولية وعلى امتداد مشاركاتها تمتلك المملكة في رصيدها إلى يومنا هذا خمسة ميداليات ملونة بينها ثلاثة ذهبيات وفضيتين أخيرها تحقيق العداءة وينفرد يافي الميدالية الذهبية في نهائي سباق 3000 متر موانع وأولها العداءة مريم جمال والتي تغد أول بحرينية وخليجية تحرز ميدالية أولمبية للمملكة بتحقيقها للميدالية الذهبية في سباق 1500 متر وفي أولمبياد ريو 2016 حققت العداءة روث جيبي الذهبية 3000 متر موانع وظفرت العداءة اوينيش جومبا بفضية سباق الماراثون فيما كسبت العداءة كاليكيدان فضية سباق 10 ألف متر وبهذا الإنجاز تكتب مملكة البحرين فصلا جديدا بحصولها على هذه الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس لتنطلق بحماس المشاركين البحرينيين نحو أفاق جديدة لتحقيق تطلعاتهم الرياضية عالميا ترجمة نانسي قنقر